لا لخطاب الكراهية هو عنوان حملة أطلقتها لجنة تضم فعاليات برلمانية وحقوقية وجامعية وإهلامية حددت هدفها بضرورة التفكير في إيجاد السبل الكفيلة لمواجهة خطاب التطرف والكراهية الحملة ستدوم عامين وهي خطوة قد تكون الأولى على درب التشريع لوضع تعريف هذه المفردات بحسب الحاضرين نحن في حاجة ليس فقط لما هو قانوني لكن كيف يمكننا تغيير العقليات للأجيال الصعيدة للمواطنين للتعامل مع هذه القضية القانون الوحده لا يكفي بالتأكيد نحن نحتاج إلى قوانين نحتاج إلى تشريعات لكي يجد رجل العذالة ومرأة العذالة أرضية تشريعية التنشئة التربوية السليمة للأجيال الصعيدة من أسس ومرتكزات الحملة ومن هنا يسعى المنظمون لبث أفكار التوعية عبر وسائل الإعلام والمناهج التعليمية لأجل نشر رسائل التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان وذلك ردا على ما سماه أصحاب الحملة بخطاب التيارات المتطرفة دينيا كانت أو يساريا نظامنا التربوي والتعليمي بصفة عامة للأسف لا يمنحنا الفرصة لإنتاج ناشئين خالين من خطاب الكراهية لأن هناك نعمل غطوقية نعمل قدسية وبالتالي يجب أن تكون هناك نسبية في التعاطي مع الأمور يجب أن يعاد النظر في النظام التعليمي غير أن أبرز ما ناقشه الحضور هو ضرورة تجريم فعل التكفير والتحريد على العنف والكراهية في حق الأشخاص والمؤسسات حل قانوني من شأنه لجم تنامي أصوات التطرف والإقصاء إلى أي حد البلاد محتاجة أن تمضي في تحديد ترصانتها القانونية من أجل احتواء ومواجهة خطاب الكراهية إلى حد كبير وأعتقد بأن الظروف نضجت في بلادنا لكي نحرز خطوات إضافية على طريق مواجهة هذه الظاهرة المخيفة التي أخذت وتأخذ أشكال وتعبيرات وأنماط متعددة حذر المنظمون أيضا من خطاب التمييز والقطح في الآخرين الخطب التي تواكب الحمالات الانتخابية عادة السعي لتحديد خطاب مفهوم الكراهية في المغرب على المستوى الإعلامي والثقافي والديني والسياسي هو ما تم الوقوف عليه داخل مجلس المستشارين في البرلمان المغربي وذلك في أفق سن قوانين تجرم خطاب الكراهية والإقصاء والغلو والتطرف فاطمة بوغنبور الحرة الريباط ترجمة نانسي قنقر